يكرس سلطة الأحزاب الفاسدة التي شاركت في دمار العراق على مدى 16 عاماً ويساهم بإبعاد شعبه عن كونه مصدراً أساسياً للسلطات وبإنهاء العراق كدولة هذا هو واقع الحال بالنسبة لقانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان الذي تسيطر عليه الأياد الإيرانية القانون رفضه المتظاهرون المعتصمون في الساحات منذ حوالي ثلاثة أشهر من أجل تغيير يحمل الجديد لكن شيئاً من هذا لم يحدث فهم يطالبون بحل البرلمان الذي جاء بهذا القانون ويعتبرونه باطلاً وتجميد الدستور وتشكيل حكومة انتقالية تؤسس لعملية انتخابية برعاية أممية ودولية على وفق قانون انتخابي عادل يعزز وحدة الشعب إذن مطالب المتظاهرين لم يتحقق شيء منها بل على العكس جاء البرلمان بقانون يخالف مطالبهم فهو لم يتضمن منعاً للأحزاب أو المرشح من الدخول للعملية السياسية أو الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ عام 2003 كما لم يتضمن نسبة 50% زائد واحد ما يعني ضياعاً لآلاف الأصوات الانتخابية فضلاً عن مساهمته بإنهاء وجود الأقليات في العراق صحيفة الانديبندنت البريطانية رأت في قانون الانتخابات الجديد تهديداً لمكتسبات الثورة التي باتت بعد صدور هذا القانون بحسب الصحيفة في مهبره الصحيفة نقلت عن خبراء في القانون أنه لم يعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون على أساس مئة ألف نسمة لكل دائرة حيث يمثل نائب واحد كل دائرة انتخابية وبيّن الخبراء أن هناك أقضية فيها أقل من مئة ألف نسمة وهذه إشكالية يعالجها القانون الجديد بدمجه مع القضاء الأقرب له ما سيؤدي إلى خسارة أصوات الأقليات وتمثيل تلك الأقضية الصغيرة وضياع أصواتها اشتركوا في القانون